القياس كان من المفترض بالطبع 31 نمارس آخر موعد للتعامل بالأرقام القديمة في اشتراقات العضوية في النادي الأهلي سواء بالنسبة للمقر الرئيسي في الجزيرة أو حتى في الفروع المختلفة فرع الشيخ زايد وفرع مدينة نصر والتجمع الخامس طبعا فيه زيادات مالية هتكون موجودة ابتداء من أول إبناء لكن طبعا بسبب انتشار فيروس كورونا والأحداث اللي طرقت خلال الفترة الحالية مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان ليه توجه انه هو بالتأكيد لازم الناس يتم معاها في الفترة الحالية طبعا تعطوا المصالح الجميع بسبب موضوع فيروس كورونا وعلى هذا الأساس مجلس إدارة النادي الأهلي أرسل خطابا رسميا وتحدث بشكل رسمي مع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صفحي في هذا الشأن لمد فترة استقبال الراغبين في الحصول على العضوية العامة وعضوية فرع النادي في الشيخ زايد والتجمع الخامس بنفس الأسعار الحالية لفترة محددة نظرا طبعا للظروف القهرية اللي بيمر بيها العالم في الفترة الحالية في دوق ما صبق كابتن محمود الخطيب عمل اتصال أو أجرأ اتصال هاتفي مع وزير الشباب والرياضة وشرح الموقف بالكامل لمعالي الوزير ورغبة النادي في مد فترة الراغبين في الحصول على العضوية النادي بنفس الأسعار الحالية قبل الزيادات بالتأكيد اللي هتقر خلال الفترة القادمة لكن طبعا مش هيكون من 1 إبريل هيبقى فيه مواعيد جديدة النادي الأهل هيعلانها في حينها إن شاء الله لكن هيتم مد الفترة بسبب هذا الزرف القهري وعلى الفور طبعا دكتور أشرف صباح وزير الشباب والرياضة وافق على طلب النادي الأهل ووافق على رغبة النادي الأهل بمد الفترة خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله طيب بنفس الموضوع وفي نفس الموضوع